بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله عايزين دلوقتي نعمل بعض الفيتشورز على هذا الـExercise أو على هذا الكار من الـAlTurnMill فكل اللي احنا هنعمله نحن نروح على Feature وبعد ما كنا بنشتغل على الـTurn هنختار TurnMill قبل أن نبدأ في هذا عايزين نعمل نعرف الأبعاد وإيه الـPlan للـWork اللي احنا هنعمله فأنا بقول أنا عندي أنا بفكر أن أنا أعمل بعض الـPockets في الجزء الأوليني هنا وعايز أعمل مجموعة من الـHalls في الفيس بالـTurnMill وعايز أعمل هول هناه في هذه المنطقة طب ده يتطلب مني أن أنا أعرف الأبعاد اللي أنا أعرف عشان أعرف أشتغل عليها فأروح على Construct أقوله Dimension وبعدين أقوله Horizontal Distance وهبدأ من هنا أشوف المسافة الحد هنا دي قد إيه هذه المسافة من هنا الحد هنا دي 10 مليميتر وبعدين نبدأ ناخد المسافة من هنا إلى آخر الـTaper دي كانت بـ 35 مليميتر وعندي إيه تاني والمسافة من هنا إلى هنا ونشوفها لي دي بـ 45 مليميتر وتعالى في الـVertical بس لازم ترجع هنا تاني والـConstruction Dimension ورّينا بس نعرف إيه أن الـ Radius بتاعه ده كان بعد إيه فبيقولي الـ Radius بتاعه كان بـ 16 خلاص كده يبقى إحنا دي أعتقد هي دي الأبعاد اللي احنا محتاجينها فخلاص تعالى بقى نروح على Feature ونروح على Turn Mill وبعدين نقوله التالي تعالى From Dimension ناخد احنا دقتي في Turn Mill مش في تالي ناخد Rectangle Pocket ونقوله Make Pattern يعني هنعمل أكتر من واحد فيه هنعمل Pattern From This Feature ونقوله التالي اللمث بتاع البترن هنخليه 12 مليميتر المسافة دي هي بعشرة خليه بـ 12 عشان عايزة جزء الأولين دي أشيله بعث أن أنا أخلي كأنه Slot وبعدين عندي Corner Radius هنخليه بـ 2 Depth هنخليه بـ 3 هناخده بـ 3 Bottom Radius لازم ما ترسيبه زي ما هو اعمل Preview وشوف الشكل هيكون إزاي طلع لي بهذا الشكل هنقوله بس التالي عشان نزبط أمورنا وبعدين نقوله نعملها Radial Around Index Axes هاي طلعهم لي 3 Pockets اللي هم موجودين قدامنا دول احنا نتفرح نعلنه Make a better فهيعمل هذا الشكل كمل تعال نشوف البترن بتاعنا ده هنوزعه ازاي فبيقول لي اللي انت ده يبقى فين على Outer Diameter آه مظبوط طيب ال Radius بتاع اللي هيتوزع عليهم هذا الجزء كان كام نحن نشوف ال Radius بـ 16 هنجابينه بـ 16 وكده نقول له ايه نكمل ونشوف هوا كده جابهم على ال Radius اللي قدامنا ده بيقول لي النمبر عايزهم كام خليهم 3 ال Spacing Angle ما بينهم هتبقى كام نقول له 120 عشان يتوزعه بالتساوي نقول له ايه كده Preview فهيزغلهم لنا بهذا الشكل نيجي كده نقول لنا آه هنا أنا عندي رف وفنش بقم إنه دول كتير بقى وهياخد وقت اقفل الرف وكمل وتعال اقول له كده احنا عملنا هذا الجزء التالي وتعال يبقى كده عندنا الجزء ايه تم تعال نرجع بس عشان نسحب هذا الجزء آه السابق السابق نرحل بالزد هنا أنا دول مش عايزهم كده أنا عايزهم ييجوا على أول التين مليمتر دي فهعمل ايه اقول له خد لي زد هنا باتنين وبعدين اعمل Preview ايطلقهم لكده يبقى كده أصبح أنا ده اللي عايز أحققه في هذا الجزء نكمل التالي خلاص عرفنا دي وزعناهم عددهم ثلاثة وعملنا Spacing Angle الزاوية اللي ما بينهم وما بين بعض بمية واشرين التالي اللي في عندي الFinish والرف أنا قفلت الرف وعندي التالي ادي التول اللي هيشتغل Finishing Tool ادي التول That Sets ما عنديش ايحك تانية ودي الSpeed والفيد اللي أنا هشتغل عليها قد كده أقول له Finish وشكرا تعال نشوف Tool Path نعمل Tool Path في Three Dimensions ونجيب بس الIsometric لأن دول هايبانو كويس جدا في الIsometric وين قول له Run اوكي هيبدأ يعمل الكيرف اللي هو Turn 1 هو شغل عليه دلوقت يهون وبعضين بيعمل عملية الفيسينج خلص الفيسينج يبدأ يعمل عملية الفيسينج اهي بتاعت Turn 1 خلص يجي بعد كده شوف بقى يفتح لنا ان شاء الله دلوقتي اللي هم ايه الـ Three Pockets اللي احنا وزعنا Spacing Angle ما بينهم بـ 120 هيروح يغير التول يبدأ بعد تغيير التول ادي أول Pocket هتبع الـ 2 اللي اللي انا رحلتهم هم اللي قطعوا جزء الاولاني ده وهدي ايه الـ Pocket رقم 3 طبعا هنا هو خلص الـ Three Pockets ووزعهم على 120 يبقى بكده نكون وصلنا لنهاية هذا المقطع نراكم في المقطع القادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته